تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق ناشبة في مطعم بمنطقة الزمالك كانت قوات الحماية المدنية قد طلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم أسفل عقار مكون من 12 طابقا حيث تم الدفع بسيارات إطفاء إلى مكان الحادث وتم محاصرة الحريق وإخماده دون وقوع خسائر بشرية تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقع ترجمة نانسي قنقر